الخبر لو اللي عدنا عن مريانا وردها على ياسو بريدار للمرة الثالثة فمريانا نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري ولكن حثفته وراء ساعتين تقريبا ممكن أحد يفهم ليش يردون يحثفون المهم الملخص من هذا الستوري انه المتابعين هم اللي طلبوا من مريانا انه تنزل هذا المقطع وتشرح به القصة ومشكلتها ويا ياسو وهي حطت اسم ياسو بالأنوان مجرد عم متهذب أكبر عدد ممكن من الناس وتوضح لهم المشكلة اللي صايرة وبنفس الستوري هم ردت بي على ريدار بحث قالت له انه انت صالك 3 سنة باليوتيوب وإلى الآن ما يجبت الميت ألف إلا لما انتعرفت على ياسو وياسو يعني هي اللي شهرتك تريد توصل الفكرة وبالنهاية ختمة تقول انه هي تحب الكل وتتمنى التوفيق الكل عليكم يا حبايب اكتبونا بالكومنتاج وراءكم بريد مريانا وليش تتوقعون حذفة هذا الستوري الخبر الثاني اللي عدنا عنه محمد مار وليش هو معصب فمحمد مار نزل على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي كاتب بيتجلادين ايد وحده حاج مشاكل وحاج تفرقة كنا هدفنا واحد ويد وحده ياريت كون فهمتو شو قصدي طبعا من الواضح انه يريد يوصل انه المتابعين المفروض كونين ايد وحده وما تسوون المشاكل ويبقى الفريق بالنهاية ايد وحده طبعا للمعلومة حتى ياريت تقريبا مبارحة طرعت وقالت نفس الكلام مادروا صراحة ايش يقولون على كل اللي يعرف اكتبنا بالكومنتات شنو اللي صاير الخبر الثالث اللي عدنا عن واخيرا نارين بيوتي سافرت للسويد فنارين نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي كاتب ايما تراجع على السويد وكاتبها بكرة وبعدها نزلت استوري من داخل الطيارة واخر شي ختمت بستوري من المطار وهي بالسويد فالف الحمد لله على السلامة واكيد منتظرين للمقاطع الخرافية اللي حين نزلوها ويخواتها الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين على شهد واللي هي زوزة سمنت فالشهد نزلت على حسابها بالإنستغرام هذا الستوري اللي سبب المشاكل وهذا الستوري اللي تركزون بي انه شعر شهد او نقدر نقول الحجاب مالتها نوعا ما مش ضابط وشعر تقريبا نبين بالكامل فهوية من الاشخاصة تبروا هذا الشي نوعا ما اساءة او غير مثل الاسلام وطبع هاي مو اول مرة شهد تتعرض للهجوم بسبب الحجاب فدائما على مقاطع هاشوف التعليقات ناس يحشون على الحجاب مالتها انه قصير طوام بالنهاية مثل ما نقول انه هي حر شخصية واحنا ما اننا علاقة عليكم ان يكتبونا بالكومنتات هل هي تستحق التهجم او لا وبس والله لنا وصل نهاية المقطع اتمنى المقطع جاوكم لتنسوا تحطوا لايك و تركوا بالقناة و ترجمة نهاية المقاطع من الملكة الخصص وبس مع السلام